بدعوى اطلاق صواريخها من لبنان باتجاهها وجهت الطائرات الحربية الاسرائيلية ضربات لما قالت تل ابيب انها مواقع اطلاق الصواريخ جنوبه لبنان وفي بيان له ذكر الجيش الاسرائيلي ان طائراته استهدفت البنية التحتية المستخدمة فيما وصفها بالارهاب في لبنان والتي اطلقت منها الصواريخ باتجاه اسرائيل واشر الجيش الاسرائيلي الى انه اصاب هدفا اخر في المنطقة كان فيما مضى مصدرا لنيران الصواريخ وحمل الجيش الاسرائيلي لبنان مسئولية ما يجري داخل اراضيه محذرا في الوقت نفسه من مواصلة محاولات الاعتداء على مواطن اسرائيل وسايدتها على حد قوله في غضون ذلك كشفت وسائل اعلام لبنانية عن تنفيذ طائرات الجيش الاسرائيلي غارتين استهدفت منطقة دمشقية جنوب لبنان كانت اسرائيل قد اعلنت في وقت سابق انها ردت على اطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان بنيران للمدفعية وسط توطر اقليمي متزايد يعود لمزاعم عن هجوم ايرانية على ناقلة نفط في الخليج الاسبوع الماضي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة